بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثاني من الفصل السادس لمقرر نظم التشغيل في الجزء ده جماعة هنتكلم عن موضوع جديد اسمه دوموند بيجنج يعني ايه دوموند بيجنج يا جماعة بقولك الدوموند بيجنج هو بيجنج ولكن معه كمان سوابنج هنشوف مع بعض كده بيجنج مع سوابنج يعني ايه بيجنج وزي سوابنج طيب تعالوا ناخد الكلام ده بمثال تعالوا نفترض يا جماعة ان احنا عندنا بروسز زمان انت شايف كده البروسز دي مثلا افترض ان هي اربعة بيجز البيج رقم 16 و 17 و 18 و 19 البروسز ديت عايزة تدخل طوعة في الذاكرة يعني محتاجة اربعة فريم لنفرض انها مش لقية الاربعة فريم دول يعني مش قادرة تلال في الذاكرة ايه اللي يحصل يا جماعة اللي بيحصل بالظبط ان احنا بنانتجر لغاية من ايه من خرج بروسز برضو اربعة فريم تخرج وتقعد ايه مؤقتا فين ها في الايه في الباكينج ستور مش كده اه في حالة الخروج ها من ايه من الزاكرة وتقعد في الباكينج ستور ممكن ساعتها البروسز اللي قدامنا دي تدخل تاني تعمل سوابنج وتدخل تقعد فين ها فعلا في الذاكرة اذا يا جماعة عملية الدخول والخروج مش كده ديت عملية بتدل على ايه ها جلوس مؤقت في الباكينج ستور يتبع خروج من اين ها من الممري عشان تقعد ايه ها عشان نفض مكان للبروسز طب هو فيه سؤال مهم جدا احنا ليه عملنا كده ليه البروسز اللي كانت موجودة في الباكينج ستور وفجأة خدنا قرار انها تدخل فين وتقعد في الذاكرة لان احنا احتاجناها دلوقتي دورها جهة دلوقتي حالة البروسز لابد ان تتنفس دلوقتي فاذا بناخد ساعتها قرار وعلى فكرة مش احنا اللي بناخد القرار طبعا مين نظام التجريل واللي بتلخص في مين في واحد اسمه البيتجر هو اللي بيعمل عملية الاسواب ان وهو اللي بتحكم بعد كده في عملية الاسواب اوت معا يا جماعة اذا بنقول ان البيتجر بياخد مين ها البيتجر ديت تحطاها فين يا جماعة ايوه صحي كده فيه الفيزيكا الفريمز اللي قدامك جميل طيب احنا ليه خدنا القرار ده زي ما بقولك خدناه لان احنا احتاجنا البروسز دلوقتي في سؤال مهم جدا هل يشترط ان جميع البيتجر بتاعة البروسز يعني مثلا الاربع دول كلهم يتحملوا في وقت واحد في الذاكرة بيقولك لا مش شرط ممكن نحمل جزء منهم او كلهم على حسب اللي احتياج على حسب اللي احتياج طبعا البيتجر ما بيحملش البيتجر الصفحات ديت في الفيزيكا الميموري وفي الفريمز اللي ما يكون متأكد ان هو محتاجة انه هيتشتغل فعلا ليه بقولك علشان يقلل الاسوابينج طايم لان كدر الاسوابينج دوت بيستهلك طايم مش كده وعشان نعمل ايه كمان علشان افضل اماكن في الذاكرة ها لس ميموري نيدد احنا محتاجين اماكن تكون فاضية في الذاكرة وفاستر روسبونس طايم وعشان يبقى فيه رد فعل عالي نحسن من الاداء جميل ما تنسوش يا جماعة ان احنا كمان مدام قولنا بقى دموند بيجينج يعني محتاجين بيجي تابل مش كده يعمل بالمهمة دي البيجي تابل دوت فيه بيت مهمة جدا احنا كلمنا عنها قبل كده اللي هي بيت اسمها فالد او انفالد بيت ودور الفالد وانفالد بيت دوت بيشير الى ايه بيشير هل البيج ديت موجودة دلوقتي في الذاكرة في الميموري ولا لا بمعنى ايه تعالي ناخد مثال مع بعض بيقولك افترض مثلا على سبيل المثال انك انت عندك البيج رقم ايه عايزة تعالي في الذاكرة لا بفرض انها فعلا قعدت لازم يكون فيه هسترا عنها يا جماعة لازم نقول هي موجودة في الفيزيك الميموري دلوقتي ولا لا معايا طيب هنعرف منين من البيجي تيبل اللي قدامنا عشان كده قولنا ايه بيت جينج مش كده التصفح بمعنى ايه بمعنى دي رقمها صفر بيبقى في البيجي تيبل الرقم بتاعها وهي كمان موجودة في رقم كام فريم رقم كام وهي متاحة دلوقتي ولا مش متاحة طب ما ننقرى البيانات كده واضح ان الايه ان رقم صفر اللي هي الايه موجودة فيين في الفريم رقم اربعة وهي فالد يعني موجودة حلان في الذاكرة فعلا هيا جماعة موجودة في الفيزيك الميموري هيا جماعة مموجودة في الزاكرة معه؟ طب الاي دي معناه ايه جماعة؟ معناه ان فالدي يعني هذه reasons ليست موجودة الآن في الذاكرة يبقى اكيد موجودة في البيجي موجودة تعال نشوف كده اه واحدهية ايش كده؟ موجودة فين موجودة لا مش موجودة ان فالدي غير موجودة في الذاكرة إذن هي مش موجودة في الزاكرة بس هنلاقي لها مكان أكيد في الباكينج ستور خلي بالك يا جماعة في حاجة مهمة جدا ايه دلوقتي موجودة في الزاكرة هي دلوقتي متاحة هي دلوقتي فالد لكن ممكن تكون من خمس دقايق أو من خمس ثواني مش فالد اي إذن الفي والاي دول بيتغيروا على حسب وجود البيج في الزاكرة هل هي موجودة دلوقتي ولا لا معايا إذن ده مش موضوع ثابت ده متغير معايا في ايه إذا كانت موجودة حاليا و اي إذا كانت غير متاحة دلوقتي تعال هنقرأ مع بعض بنقول ايه بيتجي ان فيزيكال ميموري سو اكسز اس فالد طيب بيتجي اس ان ساكندري ميموري يعني في الساكندري ستورج في الباكينج ستورج سو ان فالد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته